بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الإخوة الكرام الأخوات الكريمات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون في هذه الآيات المباركة من سورة الأنعام يروي القرآن الكريم لنا حوارا جرى بين إبراهيم النبي الصديق العظيم الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا وبين من كان اسمه آزر هناك نقاش بين المفسرين من يكون آزر هذا هل هو والد إبراهيم أم لا ذهب بعض المفسرين إلى أن آزر هو أبو إبراهيم كما تنص الآية الكريمة كما تصرح بذلك إذ قال إبراهيم لأبيه آزر قسم من المفسرين وخصوصا في مدرسة أهل البيت رأوا أن آزر هو ليس أبوه وإنما هو عمه أبوه اسمه تارخ وقد مات وهو صغير فتزوج عمه آزر من أمه فكان يسميه يا أبتي باعتبار أن العم هنا بمنزلة الأب هل هناك شاهد من القرآن يمكن أن يستفاد منه بحيث يطلق اسم الآب على العم عدنا إحنا في القرآن مكان يطلق اسم الآب على العم نعم وين في قصة يعقوب مع أولاده القرآن الكريم يقول أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه من القائل؟ يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يعقوب هو ابن من؟ ابن إسحاق إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم إذن أبناء يعقوب يقولون لأبيهم يعقوب يقولون نعبد إلهك إله يعقوب وإله آبائك إبراهيم واضح جدا جدا ليعقوب فيصلح أن يسمى أبوه إبراهيم وإسحاق أيضا أبوه الحقيقي لكن أبناء يعقوب قالوا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما علاقة إسماعيل مع يعقوب عمه إسماعيل هو أخ إسحاق وإسحاق والد يعقوب لكن مع هذا نجد أن القرآن الكريم أطلق صفة الأب على من؟ على العم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إذن ممكن في اللغة العربية أن يطلق كلمة الأب على من؟ على العم هذا خلاف بين المفسرين هل أن آزر هو أبوه أم عمه؟ قلنا أن في مدرسة أهل البيت يذهب أهل البيت عليهم السلام إلى أن آزر كان عمه ولم يكن أبوه وهناك دليل آخر على أن آزر لم يكن أبو إبراهيم وإنما كان عم إبراهيم الدليل ماذا؟ في تفسير قوله تعالى وتقلبك في الساجدين القرآن يخاطب من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنت كنت تتقلب في أصلاب الساجدين في تفسير هذه الآية هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا إذن آباء النبي من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى آدم كانوا كلهم ماذا؟ مؤمنين وكانوا موحدين إبراهيم هو جد النبي محمد صلى عليه وآله أعلى أصواتكم وبالتالي وبالتالي لا يمكن أن يكون آذر والد إبراهيم لأن النبي يؤكد أن آباءه كلهم إلى آدم كلهم كانوا موحدين وكانوا طاهرين وكانوا ساجدين وتقلبك في الساجدين والمشرك لم يكن ساجد المشرك لا يصدق أن يقال عنه ساجد لأنه لم يسجد الله ولا يصدق أن يقال عنه طاهر النبي نعت آباءه بالطاهرين والمشرك لا يكون ماذا طاهرا لماذا؟ لأن القرآن ماذا يقول إنما المشركون نجس إذن نحن نعتقد هناك قرائم كثيرة تشير إلى أن آذر لم يكن أبوه وإنما كان عمه قد يتصور البعض أن القضية بسيطة بس أبو له عمه شن المشكلة؟ لا 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 في قصة كبيرة هنا أعزائي قصة كبيرة جدا 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 هذا الخلاف على أن عم إبراهيم أن آذر هو عمه أو أبوه يختصر خلافا كبيرا بين جناحي الإسلام وهما الشيعة والسنة خلق أوضح لكم كين شوفوا أعزائي نحن في مدرسة أهل البيت نعتقد أن مقام النبوة مقام مقدس جدا جدا لماذا؟ لأن النبي هو خليفة الله في الأرض والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرسل نبي حي الله واحد هيك من الناس لا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إذن النبي هو مصطفى من قبل الله يعني صفوة الخلق يعني أنت مثل ما تجيب المنخل وتصير تنخل واتطلع الأشياء تفصل الأشياء الجيدة من الأشياء الرديئة كذلك الله سبحانه وتعالى استعمل منخله فاختار صفوة البشر هؤلاء صفوة البشر من هم؟ هم الأنبياء لذلك نحن نقدس ليس فقط الأنبياء وإنما مقام الأنبياء أيضا ولذلك نحن نعتقد أن الأنبياء معصومون بينما إخواننا أهل السنة لا يرون أن الأنبياء معصومين وأنا تحدثت ليلة من الليالي في المناسبات السابقة حول عصمة الأنبياء قلنا أنه مما لا شك فيه أن الأنبياء معصومين عن الخطأ النبي لا يصدر منه خطأ ليش؟ لأنه أقل غلط أقل خدشة من النبي تزعزع مقامه وبالنتيجة تنفر الناس من الاقتدائب يضرب لك مثل بسيط جدا جدا من واقعنا الحالي تروح على مسجد تصلي ورا شيخ وبعد ما تخلص من صلاتك تسأل يا جماعة شو اسم جناب الشيخ يقول لك شيخ فلان الفلاني يقول لهم هذا الشيخ شنو كان سابقا يقول لك هذا قبل سنتين كان يبيع خمر وسكر محل الخمر والله هداء ويجأ يبيع يجأ يصلي بنام ماذا تشعر انت صحيح الله غفور رحيم لا شك صحيح الله يمحو السيئات صحيح صحيح إن الله يحول السيئة إلى حسنة صحيح 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 أن التائب من الذنبي كمن لا ذنب له صحيح صحيح أن الإسلام يجب ما قبله كل هذا صحيح لكن هذا كله في الآخرة يوم القيامة الله ما يحاسب المذنب على ذنبه إذا تاب لكن في الدنيا لما يتصد إنسان لمقام مقدس يجب أن يكون بمستوى المقام بمستوى المقام الذي يتصدى له لذلك الله سبحانه وتعالى يختار أناس لا شبهة فيهم لا شبهة عليهم لا يتسرب إليهم الحرام أو المعصية أو الإثم أبداً أنت ليش تروح إلى الإسلام تعال هذا واقعنا هنا من الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية أنت إذا يوم من الأيام اعتديت على زوجتك وزوجتك أخبرت البوليس هذه تصبح لطخة في ملفك تقدم على شغل ما يعطوك تقدم على وظيفة ما يعطوك تقدم هنا ما يشغلوك تقدم هنا يا عمي هي مرة وحدة وغلطة صارت يقول لك إيه صحيح غلطة بس أنت لما نوظفك أنت يجب أن تكون قدوة ولما المطلوب تكون قدوة المفروض يكون ملفك خالي من السوابق إذا إحنا البشر لا نرتضي موظف أن يصبح في دائرة البريد وفي سابقة وله السوابق فكيف لله عز وجل أن يرتضي لدينه أن يكون هناك من يقول البشر جميعا هو صاحب سوابق ما ممكن لذلك هذا هو لب الخلاف بين الشيعة والسنة أن القائد الديني الذي وضعه الله لقيادة البشر يجب أن يكون خالي من السوابق أما إذا كان عنده سوابق هذا مو مقبول لذلك لما تخاطب الإمام الحسين ماذا تقول أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد في زيارة أخرى أشهد أنك طهر نعم لم تنجسك الجاهلية من أنجاسها ولم تلبسك من مدلهماتي فيابها إذن الإمام الذي يقود البشر الذي يجب أن يكون قد ويجب أن يكون خالي من السوابق ولهذا أعزائي ينتقل الخلاف من الأنبياء يعني حول الأنبياء إلى الخلاف حول من من ولي النبي بعد النبي عندك شخص ما سجد لله ما سجد لله ست وثلاثين سنة كان يسجد للصنم كل يوم خمس مرات عشر مرات عشرين مرة الله العالم وعندك إنسان ما سجد لصنم قط حتى قالوا عنه كل ما ذكروا اسمه كرم الله وجهه طيب هدولة حطم نفس الميزان معقولة؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معقولة؟ إنسان سجد طوال عمره للصنم ثم أسلم معلش إسلامه مقبول مع من شكك بإسلامه ومع من شكك في ثواب يوم القيامة لكن هل يصلح لقيادة أمة الموحدين يفترض أن المسلمين هم أمة التوحيد هل يصلح أن يقود أمة التوحيد رجل سجد للصنم ست وثلاثين سنة لا يعقل إذن من يتصدى لمنصب الإمامة أو يجعله الله إماماً وبالمناسبة هذا أيضاً خلاف آخر إمام الناس قائد الناس هل هو معين من قبل الناس أم معين من قبل الله في مذهب أهل البيت نقول القائد الديني الإلهي الذي يجب إطاعته هذا من الله فقط من الله ولذلك تجدون كلما ذكرت الإمامة والخلافة والقيادة ذكرت مع كلمة الجعل إنا جاعلوك للناس إماماً واجعلنا للمتقين إماماً كلها بيد الله الله هو الذي يجعل هو الذي يختار مو الناس تجتمع في مطعم أو سقيفة أو كافي شاب ويقولون شو والله إحنا قررنا نتخذ من فلان هو إمام المسلمين لا من أنتم ما كان لهم الخيرات من أمرهم هذه الأمور ليس لا تعود إلى الناس الله هو الذي يختار للناس القيادة ولم يترك هذه القضايا اعتباطاً اعتباطاً ما تركها للناس حتى يختاروا ليش؟ لأن الناس إذا أرادوا يختارون رجل سياسة يقود بلديتهم لهم ذلك أن يختاروا من يشاءون لكن إذا أرادوا أن يختاروا شخص لقيادة دينهم من الذي يجب أن يختار لهم؟ رب العالمين صاحب الدين يجب أن يختار لهم؟ قائداً لهم نعود إلى الآية المباركة يقول القرآن الكريم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر قلناه آزر هو عم النبي إبراهيم وليس أبوه وإنما سماه القرآن أباه لأنه كان قد تزوج بأمه فكان بمثابة الأب وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة فتاً إني أراك وقومك في ظلال مبين محقولة أنت وعقلك وخبرتك تحبد هذه الأصنام؟ هذا الكلام متى قاله إبراهيم؟ كان فتاً فتاً ولذلك القرآن الكريم قالوا فتاً يقال له إبراهيم فتاً يعني عمره 13، 14، 15 سنة هذا معنى الفتاً كان ماذا شاب؟ في مقتبل الحياة فإبراهيم يخاطب آزر يقول له أنت معقولة وإيا كل عقلك ومعرفتك وخبرتك تجي تعبد صنم صنم اللي لا يضر ولا ينفع صنم صنم هذا حايط هذا حايط خشب صخار حجر لا يفهم لا يسمع لا يرى لا يفقه كيف تعبد ما لا يفقه ما لا يضر ولا ينفع أي عاقل يستسلم لهذه النظرية يجي إلى حجر قطعاً من الحجر ويصير يعبدها ويعتقد هذه هي آلهته زين هذا الحجر هو لا يفهم ولا يفقه ولا يتكلم ولا يسمع ولا يدافع عن نفسه كيف أنت تتصور هذا الحجر ممكن يكون ربك إني أراك وقومك في ظلال مبين أنت وجماتك في ظلال على باطل ثم تقول الآية الكريمة وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ما هو مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هناك رأيان بالنسبة إلى معنى الملكوت وكذلك نوريا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض الرأي الأول يقول أن ملكوت السماوات والأرض يعني القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله يعني الله أعطى القدرة على الاحتجاج وشوفوا الناس يختلفون في قدراتهم العقلية أكو واحد يلقفها على الطائر وأكو واحد لازم تقعد تشرح له ساعتين حتى يفهم إبراهيم الله عليه السلام الله أعطاه القدرة لكي يصل إلى الاستدلال العقلي في إثبات وجود الخالق الله أعطاه هذه القدرة العقلية كثير مننا لديه هذه القدرة ولكنه لا يستعملها إبراهيم كان يستعملها وهو عمره 14 سنة الله أعطاه العقل والعقل أعزائي هو أثمن وأغلى هب وهب الله بها البشر من خلال العقل الإنسان يبيز الحق والباطل من خلال العقل الإنسان يعرف الطريق الصحيح من طريق الباطل فإذا الإنسان ما شغل عقله ساوى بين نفسه وبين البهائم لأن البهائم ما لا عقل فالإنسان الميشغل عقله كأنه وضع نفسه بمستوى البهيمة الله يريد من عدنا أن نستعمل عقلنا الله يقول أنا أعطيت إبراهيم القدرة القوية للاستدلال على وجود الله عز وجل هذا رأيي رأيي آخر يقول لا وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض المقصود به أن الله سبحانه وتعالى أراه آثار قدرته فيما خلق من الشمس والقمر وعجائب المخلوقات الله أعطى القدرة ليدرك عجيب خلق الله من الشمس إلى القمر إلى البحار إلى الجبال ولذلك الله أعطى هذه القدرة حتى يفهم ويتعرف إلى عظمة الخالق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق تقول الرواية عن الإمام الباقر إن الله كشط له من الأرض حتى رأى هن يعني الله أزاح الحجاب حتى رأى حقيقة الأرض كيف يعني حقيقة الأرض؟ اليوم ونتيجة التكنولوجيا في علماء الجيولوجيا يأخذوك إلى قعر الأرض يصورون طبقات الأرض ويراويك هذه الطبقة التي تعود إلى الفترة الجليدية وهذه تعود إلى الفترة الطباشيرية وهذه تعود إلى الفترة الكذائية أنت ما نزلت إلى أعماق الأرض لكن هناك علماء ذهبوا وحققوا وصوروا هذه المشاهد وأنت تشوفها اليوم على شاشة التلفزيون الله أعطى هذه القدرة إبراهيم أن يرى طبقات الأرض أن ينزل إلى الأعماق فيكتشف أعماق الأرض الله كشف له كيف؟ بقدرته وأيضا الله سبحانه وتعالى ويقول كشط له من الأرضين حتى رآهن وما تحتهن وعن السماوات حتى رآهن وما فيهن من الملائكة وحملة العرش والله أراه أيضا السماوات وأراه المجرات الكونية وأراه الملائكة وأراه حملة العرش هذا في تفسير قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض بعبارة أخرى الله بسط له الرؤية صار يشوف المكشوف والمخبة كل شيء صار يرى الله أعطى هذه القدرة لإبراهيم تقول الروايات المروية عن أهل البيت عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله عز وجل حينما أعطى إبراهيم هذه القدرة صار يشوف كل شيء يشوف يعني الإنسان قاعد في بيته إبراهيم يشوفه إنسان قاعد في مركبة فضائية إبراهيم يشوفه إنسان قاعد في طائرة والطائرة تسير في الأفق تسبح في الأفق إبراهيم يراه أعطى هذه القدرة تقول الروايات فرأى إبراهيم عليه السلام فيما أتيح له من الرؤية رأى رجلا يزني والعياذ بالله فدعى عليه دعى الله أن يميته الله موته وبعد شوية شاف رجل آخر في مكان ما يزني دعى إبراهيم عليه بالموت فأماته الله ثم رأى شخصا ثالث يزني فدعى عليه فموته دعى عليه أن يموت فموت كان بعد شوية رح يقضع البشرية إبراهيم عليه السلام فأوحى الله إليه يا إبراهيم وقف وقف شو عم تعمل شو عم تعمل هؤلاء عبادي أنا مو عبادك أنت أنا خلقتهم مو أنت اللي خلقتهم أنا تعبت عليهم أنا اللي جبتهم أنا اللي غذيتهم أنا الذي كسوتهم أنا إنشأتهم أنا أعرف كيف أتصرف معهم مو أنت كل ما تشوف لك واحد يزني بدك تتموت أنا رب الرحمة أنا أعرف كيف أتعامل مع عبيدي وأخرهم للآخرة عبيدي ثلاثة أنواع قسم منهم عباد صالحون هؤلاء أثيبهم بالآخرة وقسم منهم نسب لي الشريك هؤلاء أؤجلهم إلى الآخرة مو كل شوية أموت لي واحد منهم أأخرهم إلى الآخرة إما أن أحاسبهم أو أن أعفو عنهم وقسم منهم مشرك ولكني أرى أنه سينجب صالحا هو إنسان مشرك لكن أنا أعرف بعد مئة سنة راح يخرج من صلب هذا المشرك إنسان صالح حتى يخرج من نسله الصالح أنا أبقي على المشرك أبقي على المشرك ولو أموته ما راح تأخلي الصالح تصير لفرصة ليجي للدنيا أنا أرى أن هذا إنسان مشرك وظالم لكن أستبقيه لأنه أعرف بعد مئة سنة بعد خمسين سنة إنسان صالح سوف يخرج من ذريته إذن أرحمه من أجلي الصالح من ذريته المهم اترك عبادي وشأنهم ما تدعي عليهم هذا تموته وذاك تموته لا أنا أعرف بهم أنا أعرف كيف أسوسهم إما أنا أؤجلهم إلى الآخرة وفي الآخرة إما أن تدركهم رحمتي فأعفو عنهم أو أعاقبهم بس أنا اللي أعاقبهم مو أنت كل شوية تشوف لك واحد عم يزني بدك تموته واحد يشرب خمر بدك تموته الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم ولو عجل الله للناس ما ترك عليها من داب لو الله يريد يعاقب كل إنسان على كل فعل فعله الآن كل إنسان سرق الله يبعث له سيارة خبطه وكل إنسان اعتدى الله سقط طيارته يموته ما رح يبقى على وجه الأرض إنسان لأن أكثر الناس أكثر الناس ظالمين إما ظالم لنفسه وإما ظالم لغيره فإذا الله يريد يعجل على الناس العقوبة في الدنيا ما رح يبقى أحد لأن أكثر الناس متورطين في الإساءة في الذنوب أكثر الناس مذنبون يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو تكاشفتم لما تدافنتم لو كل واحد يعرف منا سر الآخرين يقول بعد ما حديد في الميت لما يموت لما نعرف عنه من فضائح لكن شفوه الله رب العالمين الله يستر على الناس يستر مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمسة وعشرة ومية آخر شيء يمكن بعد المية العدد أربعمية وخمسمية الله يضربك يضربه ليس انتقاما أحيانا وإنما تأديبا حتى يستفيق وإلا الله سبحانه وتعالى لا يود أن تشيع الفاحشة بين الناس الله ما يريد يفضح عباده يريد يستر عليهم يقول القرآن الكريم وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هنا تنتقل الآية إلى موضوع آخر إبراهيم عليه السلام كان يعيش بين مجموعة من الناس بعضهم يعبد الزهرة الزهرة كوكب الزهرة وبعضهم كان يعبد القمر وبعضهم كان يعبد الشمس واحد يعبد الشمس واحد يعبد الزهرة واحد يعبد القمر ولا يعبدون الله عز وجل وبعضهم كان يعبدون الأصنام إبراهيم عليه السلام أراد أن يثبت لهؤلاء أنهم على خطأ ذولا ليعبدون غير الله ما سوى الله أراد أن يثبت لهم أنهم على خطأ شو سوى حاول أن يطبق هذه الفرضية لا إيمانا بها مولا هو مؤمن بها ولكن محاججة للخصم كيف يعني محاججة للخصم يعني هلأ مثال بسيط أضرب لك أنت وأنا لا نعتقد أن كل ما في الإنجيل اليوم هو صحيح الإنجيل الحالي هو محرف ومعنى المحرف فيه آيات صحيحة وفيه آيات غير صحيحة بنص القرآن الكريم أن الإنجيل محرف وكذلك التوراة أنت حينما تستدل على إنسان مسيحي تستدل عليه بآية من الإنجيل مثلا هل أنت تؤمن بالإنجيل؟ لا أنت لا تؤمن بالإنجيل بصحة كل الإنجيل نعم نحن نؤمل بأصل الإنجيل لكن بصحة كل ما جاء في الإنجيل لا نؤمن نحن نعتقد أن كثير ما جاء في الإنجيل محرفة لماذا تستدل بالإنجيل على ما تريد؟ حتى تثبت الحج على الخصم حتى تفرجي أنه أنت اللي تؤمن بالإنجيل هكذا ما يقوله الإنجيل اليهودي لما تريد تحاججه تذهب إلى التوراة طلع له من التوراة لا لأنك تؤمن بصحة كل ما جاء في التوراة لأن بعض ما جاء في التوراة معرف لكنك تستشهد بالتوراة حتى تتم الحج على ماذا؟ على خصمك حتى تقول له هذا كتابك اللي أنت تؤمن به هكذا يقول حتى تتمم عليه الحج إبراهيم عليه السلام القرآن يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا لما صار المغرب رأى كوكب أي كوكب؟ الزهرة كما يقول المفسرون كوكب الزهرة فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي خلأ افترض افتراضا أن هذا هو ربي كما يعتقد هؤلاء لا اعتقادا وإنما اتماما للحج على من؟ على الخصم قال هذا ربي فلما أفل بعد شوي غاب نجم الزهرة أو كوكب الزهرة غاب الأفول ذهابه من الأفق فلما أفل قال لا أحب الآفل هذا كيف رب يغيب عن العين إذا هو رب لازم يكون موجود دائما ما لازم يغيب أي رب هذا يكون موجودا أحيانا ومتجليا لعباده وأحيانا يغيب عن عباده ما ممكن طيب فلما رأى القال فانتهت نظرية ماذا؟ الزهرة لو كان الزهرة هي الراب ما أفلت كان بقيت طيب فلما رأى القمر الليلة الثانية طبق نفس النظرية محاججة الخص على القمر هؤلاء الذين يعبدون القمر فلما رأى القمر بازغا كانت ليلة البدر في تمامه فلما رأى القمر بازغا قال رب هذا ربي إذن هذا ربي لأنه ذيك النظرية الأولى أثبت فشلها خلي نطبق هذه النظرية على القمر نشوف تضبط ولا ما تضبط قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالم إذا الله ما يهدني إلى الطرق هو مؤمن هو لا يشك وإنما يمثل ويفترض أمام هؤلاء الذين يؤمنون بأن القمر هو الله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي إذن هذه خلي نطبقها على الشمس هذا أكبر الشمس هلأ إذا واحد بدي يختار منها الثلاثة ليعبد اللي هي الزهرة صغيرة والقمر شوية أكبر والشمس أكبر وأكيد الشمس أحسن لأنه أكبر من عندهم نورها أعظم هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون أعزائي وين الربط هنا لما كيف استدل إبراهيم على أن هؤلاء ليسوا هم الخالق ليسوا هم الله لاحظوا أعزائي الخالق مفهوم الخالق يجب أن يكون قادرا يجب أن يكون ممتنعا يجب أن يكون قويا يجب أن يكون ظاهرا لا يجوز أن يكون متغير إذا تغير الإله إذا تغير معناته مو إله ليش لأن المتغير معناته هناك عامل أقوى منه يغيره إذا الله صار هناك عامل أقوى منه يغيره طلع مو هو الله طلع شيء آخر الله ما يغيره الآخرون فهو ليس راب كيف يمكن راب وغيره يغيره ولذلك أعزائي إحنا وحدة من استدالاتنا على أن المسيح لم يكن إله لو كان إله لدفع الموت عن نفسه يعني معقوله هو الله ويجي واحد يموت لله معناته أقوى منه معناته أقوى منه فإذا إجي واحد وأمات المسيح المزعون طبعا نعتقد أنه مات وإنما شبه لهم لكن لو فرضنا أن المسيح مات إذا مات إذن هذا اللي موته أقوى منه أين يكون هذا الذي موته فمعناته هو ليس الله لما يتغير حال القمر وحال الشمس وحال الزهرة هناك من يغير القمر القمر كان هنا محله ثم الصبوح اختفى صار محل مكان آخر من الذي نقل القمر من هذا المكان إلى مكان آخر قوة أخرى إذن هذه القوة الأخرى أقوى من القمر معناة القمر ليس هو الله إن أنت افهم معنى الله معنى الله القوي الذي لا يغيره شيء إذا القمر تغير معناة ليس الله إذا الشمس تغيرت معناة ليست هي الله هناك من يغيرها إذا الزهرة تغيرت إذن هي حادثة وكل حادث متغير والله لا يمكن أن يكون متغير الله إذا تغير معناة هناك قوة أخرى أقوى منه تغيره وإذا افترضنا قوة أقوى من الله فإذن هذا مو الله أي رب يغيره رب آخر إذن الرب اللي غيره المغير ليس المغير إن صح التعبير فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون ثم ختم هذه العملية كلها بهذا الكلام بهذه الآية الرائعة قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أبد أنا بعد الآن لا يمكن أن يقنعني أحد بأن غير الله هو الإله أنا خلص وصلت إلى قناعة تامة بأن الله هو الإله وأنا إني وجهت وجهي يعني خلص أنا استسلمت لرب العالم أنت حينما تعبد جهة ما توجه وجهك نحوها فأنا أوجه وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض أنا ما أعبد الشمس ولا أعبد القمر ولا أعبد الزهرة وإنما أنا أعبد الذي خلق الشمس والقمر والزهرة الذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحنيفية أعزائي هي دين إبراهيم دين إبراهيم للحنيفية خمسة معالم رئيسية دين إبراهيم خمسة معالم أولها التوحيد أن يوحد كان موحدا لا يشرك بالله شيئا منها الختان منها مجموعة خمسة معالم خمسة سنن هذه تشكل الحنيفية ولذلك نحن نعتقد أن عددا من أسرة النبي صلى الله عليه وآله قبل الإسلام ما كانوا مشركين وإنما كانوا على أي دين كانوا على دين الحنيفية دين إبراهيم كأبي طالب سلام الله عليه كعبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه أقرباء النبي أجداده أعمامه أعمامه باستثناء واحد أو اثنين فقط أبو لهب كان مشرك عم النبي أما سائر أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله فكانوا من المحنيفيين على دين إبراهيم لم يشركوا بالله أبدا كانوا موحدين يؤمنون بوحدة الله ولم يشركوا بالله طرفة عين أبدا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أنا لا أشرك بالله شيء أبدا وهذا هو حال المسلم أن يقول إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين نفتح المجال 10-15 دقيقة للأسئلة والأجوبة إذا الأسئلة موجودة لا بس الأخ عباس يناولنا إياها والحاجة زينب صلوا على محمد وعلي محمد نعم حاجة تفضلوا نعم 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 حاجة هذا احتياط هذا احتياط لكن ما دام هذا المحل يبيع بضاعة حلال وبضاعة حرام يعني خلي نقول هذا المحل يبيع خمر ويبيع تبسي ويبيع ملابس ويبيع معاكل فأنا أفترض أن المال اللي حصلت هو من الحلال أنا أفترض أن حصتي من المال أعتبرها من القسم الحلال ولا إشكال في ذلك نعم يقول إذا لم يكن المسيح قد صلب فمن هو الذي صلب ووضع على الصليل الجواب عن هذا السؤال القرآن لم يباشر الجواب عن هذا السؤال تحديدا القرآن فقط ذكر أن المسيح لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم القرآن الكريم يقول هذا المقتار اللي يذكره القرآن أما من الشخص الذي صلب هناك حديث تقول أن يهود أحد تلاميذ المسيح الذي خان المسيح عليه السلام وهو الذي أخبر الحكومة الرومانية عن محل تواجده هذا الرجل لما راح أخبر على المسيح الرواية تقول أن المسيح كان في البيت فلما جاء جنود الرومان لاعتقاله كانت هناك طاقة في البيت طاقة في البيت يعني شباك 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 المرتفع يسموه طاقة إذا كان شباك نازل بمستوى هذا يسموه شباك بس إذا كان الحائط عالي وفيه شباك عالي إيدك متوصل للشباك ماذا يسمى يسمى الطاقة والسبب يسمى طاقة أنه تدخل منه طاقة الشمس كان في طاقة فتحة في الجدار تقول الروايات أن الله عز وجل أنزل جبرائيل وأخرج المسيح من الطاقة وخرج باتجاه السماء فجاء يهودا بصحبة الرومان جنود الرومان فدخل البيت قالوا لها ادخل البيت يلا راوينا لما دخل البيت راح فبتش مالي قال المسيح لما خرج يهودا من البيت حتى يخبرهم أنه مالقى المسيح الله غير شكل يهودا ليشبه المسيح فلما خرج مسكوا أمسكوا هو يهودا وأعدموا وصلبوا يهودا فالذي صلب على الخشبة لم يكن المسيح عليه السلام وإنما كان يهودا الخائن الذي خان المسيح عليه السلام طيب سؤال يقول إذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم معصوما ويعلم الغيب فلماذا واحد لماذا تزوج من عائشة التي أثارت الشك وحاربت الإمام علي عليه السلام الثاني لماذا طلب من أبي بكر بإقامة الصلاة عندما حضره الموت ثالثا لماذا دخل في معركة خاسرة وقتل المسلمون وأقصد الصور يقصد فيها معركة مؤتة أربعة مرضة ومات ولم يجد دواء أو علاج لنفسه فكيف يعالج الآخرين بما يسمى الطب النبوي أسألة جيدة لا بس ما لازم نزعل باب السؤال مفتوح بالعكس خلنعرف الإجابة عن هذه الأسألة خلنجي لماذا تزوج عائشة أعزائي الله سبحانه وتعالى أحيانا يختار امتحان للناس امتحان تذكرون قصة هاروت وماروت ذكرناها أول حلقة تحدثنا عن الملكين هاروت وماروت هاروت وماروت نزلوا حتى يعلمون الناس السحر مو لكي يتعلموا السحر حتى يفكوا السحر ناس تتعلمت السحر على إيدهم وصاروا يستعملوا بالطريقة الخاطئة طيب الله ما كان يعرف الله ما كان يعرف لما هاروت وماروت ينزلون يعلمون الناس فيه أناس سوف يستغلون الوضع ويتعلمون السحر لنشر السحر الله كان يعرف إذا ليش نزل اختبار الله ده يختبرك سؤال آخر الله ليش خلق إبليس الله ليش خلق إبليس الله ما يعرف أن إبليس يغري الإنسان ألا يعلم رب العالمين أن الشيطان يجي يخدعك ويمنيك ويضحك عليك لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الله ده يقول لنا في القرآن الشيطان أقسم فبعزتك لأغوينهم أجمعين طيب الله ليش سمح له ليش سمح له سمح له امتحانا واختبارا حتى يختبر قوتك وإيمانك فالنبي تزوج من عائشة قد هذا يكون اختبار هل تتبع عواطفك أم تتبع إيمانك الإنسان الإنسان الذي يتبع عواطفه يقول إيه أنا أتبع عاطفتي أما الذي يتبع الإيمان يقول لا أنا ما عندي الله ما عنده علاقات شخصية مع البشر الله الله عنده حقه باطل لذلك تشوفون في آخر سورة التحريم سورة التحريم تبدأ بماذا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إن شاء الله أتحدث عنها في الأيام القادمة شنو قصة سورة التحريم اثنين من نساء الرسول تواطأنا ضد النبي صلى الله عليه وآله الله يجي خبر للنبي عن المعامرة فالنبي اكتشف نزلت هذه الآية إن تظاهر عليه إن تظاهر أول شيء القرآن يقول إن تتوب تتوب صفة لمن للمثنى إن تتوب منه الأولى والثانية إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه لو أريد أقولها بعبارة اليوم وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك ضهير لو أريد أترجم هذه فإن الله مولاه إلى عبارة عصرية بالعرب المشبرح يعني الله يكسر لكم رأسكم إن تتوب فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر إذا تستمرون على مؤامراتكم الله يكسر لكم رأسكم آخر آخر سورة التحريم ماذا يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوح ليش الله ذكر امرأة لوح وامرأة نوح لأنه احنا متورطين مع نسوان اثنين هنا في ورطة مع نسوان اثنين ايضا زوجة نبي ايضا هاتان زوجة نبي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني اسمع يا مسلم لا تنخدع لا تنخدع تقول هذه زوجة فلان النبي صلى الله عليه وآله الرسول على راسي حذاء على راسي مش هو على راسي حذاء رسول الله على راسنا جبيعا لكن ما تخدعني تقول فلان زوجة الرسول لان القرآن يقول لي كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل اي امرأة كونها زوجة النبي ما يغير شيء من المعادلة زوجة الرسول ايا كانت اذا سارت على خط الرسول وتابت وقنتت وعبدت ربها واطاعت رسول الله وقرت في بيتها حطها على عيني ورأس لكن اذا ما اتبعت رسول الله وخالفت امر رسول الله وهتكت حجاب رسول الله ولم تقر في بيتها وخرجت تقود الجيوش ضد امام زمانها وتسببت في موت 23 الف انسان لا يا اخي ما تضحك علي تقول لي مرت النبي او زوجة النبي او كذا لا في حق ان النبي يقول ان حبيب محمد من اطاع الله وان بعدت لحمته وان عدو محمد من من عصى الله وان قربت لحمته المقياس الحق مقياس الصحيح والباطل في الاسلام هو الحق والباطل اذا انسان اتبع الحق هو على حق انسان اتبع الباطل على باطل ما تجيب للأسماء والقرآن لم يعصم احد من الناس الا الخمسة بس هؤلاء النبي واهل بيته هؤلاء هم المعصومون اما سائر الناس هم معرضون للخطأ ان اخطأوا ان اصابوا نكبرهم نقدرهم نحترمهم وان اخطأوا فلا نؤيدهم في خطأهم سؤال يقول لماذا طلب من ابي بكر اقامة الصلاة اعزائي هذه فريل هذه فريل هذه كذب من كذب التاريخ ان النبي عين ابا بكر الرواية الصحيحة هي واحدة من اثنتين رواية تقول اننا ان النبي قال مروا احدهم ان يصلي بالناس منو في بيت النبي زوجته طبعا فاللي راح يوصل الخبر للناس زوجته أليس كذلك فزوجته راحت قالت لأبوها انت فلم يكون اختيار رسول الله ابدا بل كان اختيار ابنته ولما علم تكملوا القصة ما احنا نسمع نص القصة ونترك بقية القصة فلما علم النبي ان ابا بكر اما المصلين قام يجر ذيله وهو مريض ما كان ناوي يجي للصلاة فلما عرف ابو بكر صلى بالناس خرج الى المسجد وازاح ابا بكر وصلى اذا المو النبي اللي امر بنت بنت لانه ابوها طلبت من ابيها ان يصلي وفي رواية لا النبي قال امر علي ان يصلي بالناس لكن المرة كان عندها موقف من الام علي غيرت القضية وصارت لصالح ابي بكر اما انه اما ان النبي قال لا بس انا بدي الفت انظاركم الى شغلة عزائي كونوا ذوي بصيرة ما تنخدعوا اخواننا اهل السنة والجماعة يقولون يقولون ان النبي قال النبي قال صلي خلف كل بر او فاجر ولذلك لا يشترطون عدالة امام الجماعة احنا الشيعة نشترط عدالة امام الجماعة عند اخواننا السنة اي شخص ممكن يكون امام الجماعة طيب خلي نطبق هذه القاعدة لنفترض جدلا لنفترض جدلا ان النبي هو طلب من ابي بكر شو الفضيلة ما انتو عم تقولوا النبي قال يصير انك تصلي خلف بر او فاجر فاذا ما فيها فضيلة لأبي بكر نعم اذا اخذنا بببدأ اهل البيت ان امام الجماعة يجب ان يكون عادلا ورعا تقيا تكون فضيلة لامام الجماعة اما اذا صار كل بر او فاجر يتصدى للصلاة ما افرأت يكون ابو بكر او غير اي فضيلة فيها طيب نجي الى السؤال القسم الاخير يقول لماذا دخل في معركة خاسرة وقتل المسلمون ما كانت معركة خاسرة اولا هي المعركة معركة مؤتة كانت يعني مثل ما يقولون ضربة استباقية قبل ان يهاجم الكفار المدينة النبي ارسل لهم جيش يقاتلهم في ارض الشام فصحيح ان الجيش لم يحقق النصر في الشام لكن توكن من وقف الزحف وقف الزحف ولولا هذا الجيش الذي ارسله النبي الى المؤتة لربما الروم كانوا يتجرؤون بغزو المدينة المنورة نفسها فبدل ان يغزو المدينة النبي ارسل لهم جيش يقاتلهم في بلاد الشام صحيح ان الجيش لم يحقق نصرا كبيرا لكن تمكن على الاقل من وقف زحف الجيش الرومي وهذا بحد ذاته هو نصر ايضا طيب القسم الاخير يقول لماذا لم يجد دواء وعلاج لنفسه فكيف يعالج الاخرين اعزائي النبي صلى الله عليه وعاله يعالج الاخرين ويشفيهم من الامراض لكن لا تنسون ان كل انسان قل انك ميت وانا ميت يوم يجي الاجل واذا المنية انشبت اضفارها الفيت كل تميمة لا تنفعوا يوم يجي اجل الانسان ما يفيد لا الطيب ولا الدواء ولذلك المسيح نفسه عليه السلام سيموت يوما من الايام صح ولا لا بنص القرآن الكريم يقول وسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث وحيا فهو رح يموت طيب المسيح اللي يحيي الموت كيف يموت هذه مغالطة المسيح يحيي الموت باذن الله لكن يوم يجي دور للموت ما يقدر يدفع الموت عن نفسه لان الله سبحانه وتعالى وقهر عباده بالموت والفناء نفس بلك الموت اللي يقبض روح الناس يجي يوم الله يقبض روح ايضا فاذن النبي صلى الله عليه وآله مات لانه اجله خلاص تعيد اوشك ان ادعى فاجيب سؤال يقول هل يجوز التصرف بالخمس وجعله صدقة جارية دون اخذ الاذن من الحاكم الشرعى لا يجوز التصرف بالخمس احتياطا يتطلب اذن الحاكم الشرعى او وكيله اما هو مباشرة او الوكيل فانت اذا اردت ان تتصرف بالخمس باي وجه من الوجوه او تعطيه لأي وجه من الوجوه احتياطا وجوبيا خذ اذن الفقيه او الوكيل يقول متى ستقومون بزيارة الاماكن المقدسة كالتي قمتم بها في الشهر الفائت احنا باذن الله اذا الله سبحانه وتعالى يخلينا على قيد الحياة ويعطينا القوة ان شاء الله في شهر ديسمبر في الكريسمس القادم ان شاء الله نقوم بزيارة العتبات المقدسة وعادة شهرين قبل السفر يعني شهر تسعة او عشرة نعلن عن الزيارة كما اعلننا هالسنة والسنة الماضية فمن يحب ان شاء الله خلال فترة فترة سبتمبر اكتوبر سوف نعلن باذن الله واللي يحب يروح معنا نكون بخدمته ان شاء الله يقول سمحت السيد امرأة اخذت صندوق للتبرعات من مجمع الامام وكان فيه نقود هل يجوز لها التصرف بالمال ام يجب عليها ردها الى المجمع اذا اخذت صندوق للتبرعات من مجمع من المجامع لازم ترده ما يجوز اخذها هذا التصرف بمال الغير نعم ايه ها ها ما فيه في مصاري ها فاخذت صندوق فاضي اذا لا هذه قصة هينة اما ترجع فرغ الصندوق وترجع لهم الصندوق الفاضي او اه تسترضيهم يعني تروح تستأذن من المحال تقولهم انا اخذت منكم صندوق فاضي اما ابرئوا ذمتي او اذا ما بدكم تبرئوا ذمتي تفضلوا هاي دولار دولارين قيمة الصندوق اللي كانت سيمكن اكثر او اقل تدفع قيمة الصندوق الفاضي بهذه الطريقة تبرئ ذمتها اه السؤال يقول اه يقول هل القدرة الملكوتية عند الامام الحج عجل الله فرجه لذلك تعرض اعمالنا عليه كل جمعة الجواب نعم الامام له قدرة تكوينية كما نعتقد نحن اتباع مذهب اهل البيت عنده قدرة تكوينية والمقصود بالقدرة التكوينية يعني الامام قادر على اه ان يتصدر منه كرامات او معجزات كما صدرت من المسيح عليه السلام مو بعيد الله سبحانه وتعالى اذا اعطى اه قادر على ان يعطي هذه الكرامة مو فقط للانبياء حتى للبشر العاديين انت ليش تروح بعيد حديث قدسي حديث قدسي عن الله عز وجل يقول عبدي اطعني تكون مثلي او مثلي تقول للشيء يكون فيكون ما يحتاج الانسان يصير نبي او امام حتى يتصرف في الكون يحتاج ان يكون تقي وورع كما يريده الله عز وجل الله يعطيه هذه الموهبة التصرف يقول يقول الم ترى ان الله يسجد له ما في السماوات او من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يقول اذا الانسان يسجد لله ويعبده فكيف يحق عليه العذاب؟ الجواب انه الآية قالت وكثير من الناس يعني يسجدون لله ثم قالت وكثير حق عليه العذاب هذا الكثير الأول غير الكثير الثاني كثير الأول يسجد لله ولا يحق عليه العذاب أما الكثير الثاني وكثير حق عليه العذاب هؤلاء الذين لم يسجدوا لله عز وجل وشاءوا واختاروا الكفر واختاروا الشرك والضلالة هؤلاء حق عليهم العذاب إذن الكثير الأول غير الكثير الثاني لما قالت وكثير من الناس يعني وكثير من الناس يسجد لله لما قالت وكثير حق عليه العذاب يعني هذا كثير آخر حق عليه العذاب بسبب عدم سجوده لله وعدم خضوعه لله عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين